صحيحة فاليوم كنصيحة من عندك لكل الشباب الهاوين أن يدخلون إلى هذا العالم تعرف اليوم ممكن كل شخص تشوفه أو كل كابتن أن يكون موجود بجم معين أو بمكان معين ممكن أن تكون إلى وجهات نظر مختلفة البعض ممكن أن ينصح كونه أنه هذه أمانة علمية وممكن أن يوصلها إلى الآخر والبعض الآخر ممكن أن يستخدمها لتجارة وممكن أن كثير من الشباب حياتهم اتدمرت بسبب الهرمونات الغير مصرحة وبالتالي تأذت حياتهم بشكل جدا كبير اليوم كيف ممكن أن تنصح الشباب الهاوين بدخول هذا العالم كونه أنه كليتنا نعرف إذا كان تحتاج إلى وقت حتى تبلش النتائج بشكل صحيح وسنيم حاليا اللاعب الهاوي اللي ما يفكر بطولات اللي يفكر بطولات مجبار يدخل منشطات كلما تكون صريح كلما تكون الصورة واضحة مجال المسارح والبطولات مستحيل أن تساعد عليه بدون منشطات وهرمو لكن الهاو ما عندك يعني من مجبور أنت أنت مثلا تقول طالب جامعة أنا يجوني هماللواعي السادس متخرج تعب تراني وراي جامعة وكذا ما عنده أي مشكلة أنه ما مجبور أنه يلتجئ للمنشطات مو مجبر هو ولا المدرب جابرة أكرا أقول لك أنه مدربين يجبر نعم أنا هو مواجهة ومواجه اللواعي متأذين صحيح مثلا يجي بحجة التجارة أنه هاك فلان ستيرويد كذا شهر 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 غير اللفل حتى أنه الناس عبالهم أنه هو دا يدرب الزين وبالتالي هو خطية مسكينة جا ضعيف بشهرين أنا انفجر واسط طبلي جامعة مثلا معظل غير شيء كيف فهذا غلط شائع يعني أشوفه هواي وبنفس الوقت اللاعب المبتدئ تغذيتك صحية من خمسة إلى ستواجبات يعني حسب الجسم أكيد ماشي تمرينك يكون يومي وبتمرين الطريقة صحيحة ستكسب جسم حلو تكسب نفس الوقت لياقة أكثر صحة أكلك يكون صحي يعني هي المشكلة اليوم بالنسبة للمنشطات أو الهرمونات وأن اختلفت مناشئها نشوف صارت تتوفر بأسعار جدا رخيصة يعني واحد يدخل هيتش مادة بجسمه وبهالسعر الرخيص فبالتالي ممكن أنه تؤدي إلى كارثة هذا الموضوع أيضا يلعب دور بثقافة الأشخاص وممكن مستواهم العلمي لكن للأسف ممكن أنه نشوف بالشارع على سبيل المثال لأن الأشخاص أصبحوا مشوهين من كثر المعرفة ما يجب أن يساوب نفسهم لكن تشوف يعني هو ما عنده عضلات بس هو عنده كتلة لكن غلط يعني التناسق ممعدوم بس مجرد أنه ممكن أنه عنده حجم هذا قصدش اللي تقصدين علي أنه عنده تشوى عضلي هذا الاستيرود اللي يسمى السيناثول مثلا أنا حقنته في هذا المكان زين اللي حقنا الموضعي بضبط أنا أنطاه ورام زين وليس عضلي تمام لأن العضلة تحتوي على ألياف هذه هنا عدمها أطلت بس حجم زين يعني إذا مجرد أنه أي كتلة تنفي تحتلقين بها بس جراحة أو أي فقط هذا يلتج إلي أشياء مثلا أنا طابت للجم أنا أريد بشهر بشهر أنا أتصر غير حجم فأكون مدربين يروجون على هذا المنتج بل أكون مدربين يروجون على هذا المنتج يحقن هذا المنتج خلاص من نورها متباعية وحجمها الكبرى بس أي كتلة عضلية حقيقية لا يوجد أي تناسق عضلي لا يوجد تمام وبنفس الوقت حسدت تصير شركات كثيرة من الستيرويد اللي بيها مثلا أنا جبت شركة فلان سعر أجاني منافس غيري يريد يبيع موسيقى